صباح الأمل صباح السعادة صباح بكرة أحلى رجلنا لكم تاني أعزائي المشاهدين والنهاردة معانا الحج عبد الرحمن فتوح ومعانا الأستاذ أحمد حامد حج عبد الرحمن فتوح هو شيخ شيوخ المحليات راجل قدم كتير من العطاء قدم في دايرته مثلا في البساتين قدم في عرب المعادي قدم في دوائر كتير جدا يعني خدمات لا تنتهي أول من أسس المنازعات وفضل المنازعات وحل المشاكل بسأله أنت الناس بتحبك أو كده ليه ناس كتير على فكرة مش في مصر بس ده خارج مصر وفي دول عربية ناس بتحبه جدا فقال لي أصلنا كنت خدام الناس إحنا النهاردة بنكرمه النهاردة برنامج صباح بكرة أحلى بيكرم الحج عبد الرحمن أهلا وسهلا بيك حج عبد الرحمن فتوح أهلا بيك قل لي أنا لسه كنت بقولك الناس بتحبك ليه كده أنا كنت خدام للناس أيه إيه بقى الحاجات اللي اللي الناس مبهورة بيها يعني أنا سمحت إنك أول ما نأسس مستشفى مستشفى موعدين الخير إيه الفكرة دي جات لك منين؟ من الأزمات طبعا الحج عبد الرحمن يعني الحمد لله هو تعبان شوية إنما الحمد لله يعني أنه قادر يتكلم إحنا زي ما بنقول النهاردة شيء من الوفاء للراجل اللي قدم كتير البلد ما بتنساش حد ما بتنساش حد أبدا خدم نيجي نرجع لحضرتك تاني هل يا طارى المحليات دلوقتي زي زمان؟ ما ما بيش محليات الوقت متجمدت الإخوان جمدوها من 2011 طيب هي متجمدة إحنا عارفين لأنا لما كانت شغالة لما أنت كنت موجود فيها زمان هل هي دلوقتي لما قبل ما تقفل في 2011 هل هي برضو كان بنفس المجهود والطاقة اللي كنت شغال بيها زمان؟ أه الحمد لله المحليات مجال واسع قوي أه و لأنا عضاء المجالس المحلي للقاهرة بس 54 ألف كانوا جيش تاني هاي جيش موازي هاي طيب إحنا عايزين نقول إيه الحاجات اللي أنت شايفها عايزة تتصلح في مثلا البستين أنت الدائرة بتاعتك كانت في البستين والبستين الأديمة صحي كده؟ البستين والأدى السلام أه وعرب المعادي وعرب المعادي وبرمو سلطان أه تمام طيب أه قل لي حضرتك يعني أنت شايف أنك قدمت شيء بتفتخر بي دلوقتي خصوصاً أن إحنا يعني عايزة أقولك أن ما فيش حد إحنا يعني بنسأله عنك إلا ما بيتكلم عنك كلام كبير جداً الحمد لله من فضل الله أه 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 هو الرجل الجميل البركة بتاعتك أه لا قل كمان ما شاء الله عليه إحنا إحنا جايبينه في البرنامج عشان نقوله شكراً شكراً لأنك عملت كتير شكراً لأنك خدمت الناس كتير إحنا دورنا دلوقتي إن إحنا نقدمك ولكن هو برضو عايزين نقول ان هو ليه دور استشاري برضو في العملية والحراك المحليات استاذ رحمد حامد كان ليك تعليق كنت تكلمت فيه عن المشاكل اللي في البساتين ايه الموضوع انت جاي تتكلم عن البساتين كلها لا احنا عاوزين نكمل المسيرة بتاع الحج عبد الرحمن ان شاء الله والعطاء بتاعه اللي كان بيديه للبساتين عاوزين نكمله بنفس المجود بتاعه بل اكتر شوية يعني عاوزين نسعى للمستشفى عام للبساتين اللي هو ساعي فيها سنة التسعين وتضع لها حاجة الاساس ومتى ممتش ايه وزبط الصحة دلوقت بتقول لك عاوزة 11000 متر رغم ان المستشفى ممكن تقام على 5000 متر 7000 متر 8000 متر فيه ارض موجودة في البساتين يتعامل عليها مستشفى الاعضاء السادة الاعضاء النواب ايه يقول لك لا ده وزبط الصحة عاوزة 11000 متر عندنا البساتين عاوزة خدمات كتير اوج يعني عاوزة خدمات كتير اوج اقول السادة الاعيس مشكورا بيعمل اللي عليه وعاوز يقوم بالبلد بس الجهاز التنفيذية ما بتساعدش مع الاهالي لا وفا تعنت مع الاهالي الاهالي عاوزة تعمل حاجات بمجهودات ذاتية زي ما عملنا قبل كده في البساتين يعني الحاجة عبد الرحمن فتوح كان عامل مستشفى كان عامل حضانة كان عامل مكتبة كان عامل حاجات ده كان بالمجهود الذاتي هل كان الجهات التنفيذية كان بتساعده ولا هو اللي قايم بيها مع الاهالي اللي قايم بيها مع الاهالي الاهالي البساتين بتقول طيب احنا دلوقتي بنقول اللي قادر يعمل حاجة طيب ما يعملها زائد ان احنا بنطالب الجهات التنفيذية نتساعد انا عاوزين موفقات من الجهات التنفيذية والناس تعمل بمجهود الذاتي زي ما عمل انا قول مكتبة الوزيرة جادة افتتحاتها اه امال عثمان سيادة الوزيرة أمال عثمان اللي كانت ناشطة ما شاء الله عليه تمام إيه بقى المشاكل تانية اللي انت بتطالب بيها في البنية التحتية ما فيش بنية تحتية في البساطين رغم إنها البساطين مساحة كبيرة على مساحة مية واربعة كيلو متر ربع فيها عدد سكان مهول وصل لتنين مليون دلوقت ومفيهاش مستشفى عام يعني حاجة لا تصدق مستشفى عام ما فيش فطبعا دي حاجات من ضمن الحاجات اللي عوزينها الشرطة أيما بمجهودة كواس أوي وبتعمل اللي عليها عندنا رئيس مباحث اسمو أحمد فرج كسا جاي جديد قايم بشغله بواجبه تمام بس ما فيش المساعدة من الناس وراجل بينفذ القانون وبينفذ ده فيه ناس مش عجبها تنفيذ القانون عشان الإهمال اللي كان قبل كده رئيس حية برضه قايم بشغله بس فيه تجاوزات المفروض ما يتمش زي ايه التجاوزات منطقة زلالبستين منطقة شعبية المفروض أي رئيس حي جاي يكون دارس المنطقة دي كويس قوي يتعامل مع ناسها ازاي لا هو بيتعامل مع كله ان كله تجار ان كله تجار بيبنوا عماير وده وده لا فيه واحد أنا عاوز ابن شقة لابن في بيت اروح له عاوز تسريح ابن شقة ما فيش ترخيص عندنا منطقة شوية ما فيش ترخيص تبابن شقة لابن لا يجي ياخد اه كان نشكورا بيقوم بشغله ويجي ياخد الساعة ستة الصفحة خلاطة بشغالة مخالفة ده ده الرجل يشكر بس فيه حاجات استثناعية المفروض يستثناها في المنطقة الشعبية طيب فيه دلوقتي كنت مستنى الوردة تكريم بتاع الحج عبد الرحمن فتوح طبعا احنا جماعة بنحاول بقدر الامكان ان نقدم وردة شكر لكل اللي جاهد سواء جاهد على الجبهة او داخل الجبهة او جوه فستينا كان بيقدم لنا مجهود وكان بيقول خادم وخادم القوم سيدهم وهاتي احمد الورد اللي احنا جايبينه للحج عبد الرحمن من صباح بكرة احلى احنا بنقدم لك الورد دوت يعني اعترافا لجميل لك علينا وعلى البلد كلها الشكر لان احنا دلوقتي بنحاول نعلم ولادنا نحاول نعلم ولادنا ازاي تقول شكرا لكل من خدمك وكل الناس الكبار طبعا عشان هو يعني اش هيقدر يشيلها يعني هيشيلها استاذ احمد خليها محطوطة نكمل حوارنا يعني انت بتشكر رئيس الحي ورئيس المباحث بس انت في نفس الوقت بتنتقد جزئية انك انت بتروح تاخد خلاطة وتاخد حاجات وبتعاملهم كتاجة طب مخالف برضا المخالف انا اقف معا اساعده ضد المخالف اللي هو عب جيه على المنطقة النهاردة البنية التحتية معمولة لعدد سكان مثلا 25 الف او 25 الف البسطين النهاردة البنية التحتية ما تغيرتش وبقى عدد سكان 2 مليون والتغيير اللي بيحصل بيحصل مخالف لان الجهات برضو التنفيذية ما بتقومش بواجبها الصح يعني حدثت تقصد انت عايز صغير القانون نفسه يعني ما هو موارد في الوقت واحد مخالف تغيير مفهين اه مخالف ادي رخصة ادي رخصة اقدم على رخصة ادي له رخصة النهاردة واقف ترخيص حاجات كتير اول يقول لك قرار محافظ قرار محافظ النهاردة رئيس الحقيق ده هو رئيس الدولة في منطقته المفروض يعتبر نفسه هو رئيس الدولة ورئيس الوزر وياخد قرارات طالما مش غلط طالما صح ياخد قرارات ويبقى ظهره قوي قوي بالشارع وبالناس طبعا لا مستنى قرار محافظ مستنى قرار رئيس الوزر مستنى وزير فحاجات روتين بيتعقد بدون استاذ احمد ده دستور يعني ومن خلال الدستور يتعامل قوانين من خلال القوانين يعني انبسط منها قوانين اخرى للمحليات ده دور يعني المواطنين ودور الناس في المحليات القادمة ودور اعضاء مجلس النواب انا شايف ان ده دورهم ومجلس الشورى ان شاء الله اللي هيجي هو ده دورهم التشريع انا اعذر مجلس النواب هو ضغوط عليه في اربع سنين حده والسنة الخمسة راجل شغال تشريعي وتنفيذي ازاي في وقت واحد تشريع وتنفيذي ما يقدرش طبعا النهاردة بيروح النائب على ما اتقاد في التلفزيون سمعت النائب عاوز يقاب الوزير بعرفش يقابله الوزير يقول له قبل الموظف خلصك مشكلتك لا لا فتبعا حاجاتك بس انا يمكن في مطبخ الحاجات دي كصحفي وبالنسبة للوزراء ما هو الوزير عنده التزامات يعني انت دلوقتي لو انت عندك مكتب وانا ما جتلكش بمعاد فمعليش يعني ما تلومنيش ان انا بشترك في مكان تاني فالوزير برضو والله ما بلوم لان كله معظور لان في ضغوط سيد الرئيس عاوز يقوم بالبلد وفي ضغوط عليه وضغوط عليهم قوانين لازم تشرح ده ده محليات مفيش محليات في فراغ فطبعا الفراغ ده مخلي عب على النائب فالنائب هيعمل ايه فالنائب وعندوكم بالنسبة للنواب في البستاتين ارباره ايه عندنا النواب الله ما صلى على النبي يشغالين حلوه ومش عارفين يعملونا مستشفى بقالهم خمس سنين مش عاوزين عارفين ياخدوا موافقة مستشفى عندنا تلاتة الارض موجودة تلاتة نواب الارض موجودة لا بحجج ان الارض ما تكملش عاوزين 11 الف متر طبعا كن فيه فيه اراضي تنهبت اراضي وقفة تنهبت في البستاتين كتير واتعملت مشاريع مش محتاجين احنا فيه ست ملاكس شباب او سبع ملاكس شباب مفيش مستشفى عام تخدم عشان نروح نروح خليفة نروح المبارة المعادي يا امها الاصر العين او احمد مهش يعني منطقة زي دي تكدس عاوزة مستشفى عام ده طلب بإلحاح ماشي تب انتو لازم توجده برضو مكان موجود مكان فيه مجان 8000 متر 8000 متر موجود حاليا هم عايزين 11 الف عايزين 11 الف بلغت النائب قلت له خصص من الوزير واحنا نبنيب للمجهود الزاتي مش عايزين طبرعات من الاهالي بسطين منطقة صناعية حرفية وتقوم وتعمل تعمل صرحة على اعلى مستوى حنا عاملين ضر مناسبات مش موجودة على مستوى الجمهورية بالمجهود الزاتي اي ما بنكلفش الدول لجنيه مجرد ما بنقول عاوزين لو كل واحد جنيه هنلم ملايين ونعمل فطبعا مستشفى لو تخصصت هتتعمل المركز شباب ليه يعني في منطقة لسه بتتنشق في الخيالة في 8000 متر هتعمل المركز شباب اعمل المركز شباب عشان اخدم مساكن لسه ما سكنتش ومنطقة فيها 2 مليون ما فيهاش مستشفى لو حدث حصلت عبل مايروح المصاب للأصر العينة أو أحمد مال خلاص فطبعا دي حاجة حاجة أساسية أساسية أولا انت بتلوم أعضاء مجالس النواب لأن هم يعني حتى ما حاولوش ان هم يجيبوا تخصيص أو يجيبوا موافقة بعمل المستشفى طب ايه انجازاتهم يعني اذا كان كده ايه انجازاتهم انجازات لسه بكلم سيادة النائب بيقول احنا خصصنا جزء لسه هيشيلوا أبراج الكهراما منه على الطريق الدائري طبعا ده في طريق الصراط قرب الزهراء على الصراط ده تبعيد عن البسطين ده بقى دهيه ده ما فيه كان عندنا أرض موجودة في البسطين في أرض لغاية دلوقت الناس وضع وادها عليها واتخذها وكان الحجة عبد الرحمن مخصصها خدمات لحاجات زالين مفيش رهراء قارج مفيش نقطة مطافة داخل البسطين منطقة معدومة فطبعا كل ده ده بيأثر وبرغب ان فيها ايه كوادر كويسة جدا ده كاترة ومهندسين و احنا عايزين المحليات الجديدة يبقى فيها زي الحجة عبد الرحمن فتوح كده هو الحجة عبد الرحمن فتوح شيخ الشيوخ المحليات ومن مؤسسين المنازعات وفض المنازعات ايه الموضوع بتاع فض المنازعات ده كنت بتعمل فيه ايه رجع اي خلافات اي عالتين كنت ربنا بيوفقنا ونخلص اي مشكلة اه يعني كنت بتحاول تعمل عملية وفاق بعيدا عن الشرطة وكده اه وكان بي ده كان بيبقى فيه نتيجة ولا الناس كانت شطقة ارض خائل وكان بيعموني كتير ما شاء الله لا وهو انت كنت محبوب كمان فكان الموضوع اسهل بالنسبة لي اه لان دلوقتي بقى دلوقتي الناس حكاية فض المنازعات بقت كتيرة يعني على ايامك كان الحاجات دي قليلة كان عالت البطنجة قليلة اه وكان كل ما عارفين بعض ايه دلوقتي كتر اه ايه لا بس انت معروف لسه يا حاجة عبد الرحمن ولسه الناس بتحبك ومش في البساتين بس الغريب يا جماعة ان ان الحاجة عبد الرحمن يعني في دول برة كمان عربية لما عملنا خبر انه معنا فلاقينا ان الناس بتشكر فيه جدا وفي منهم اللي ما شفوش بيقول انا سمحت عنه وبيشكروا قد ايه هو كان يعني يعني خدام للناس وهو طالما خدام للناس يعني بيقول لك خادم القوم سيدهم استاذ احمد طبعا احنا يعني بنشكرك على اللقاء الجميل دوت مع الحاجة عبد الرحمن فتوح بنوصل صوتك وبندم صوتنا لصوتك وبنقول ان عايزين اعضاء مجلس النووي يشتغل شوية عايزين كمان الناس اللي دخل المحليات على مستوى مصر يبتدوا يجهزوا نفسهم يجهزوا نفسهم مش للانتخابات ولكن بالافقار كلمة اخيرة الاختيار في المحليات لناس تكون على قد المسئولية تخدم الناس هيكون الناس كلها وراها انما اختيارات خاطئة دي هتضر البساتين ونفضل في نفس الموال اللي عليه بقى لنا 3040 سنة فالناس سيكون قلبها انها تخدم نتمنى ان كلنا نخدم مصر انا في اخر الحلقة انا مش عايز ان الحلقة بس هو الوقت يعني بيقولك لو طوع قلبي ما سيبكمش بس هو سنة الحياة ان احنا بنسيب عشان غيرنا يكمل احنا النهاردة كنا بنقدم لمس وفاء ووردة وفاء للحج عبد الرحمن فتوح عشان نقول لأولادنا وشبابنا احنا لازم نشكر اي حد اقدم لنا خدمة ونقوله احنا متشكرين لي اعزائي المشاهدين حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامتكم صباح بكرة احدى